ينضم إلينا من عمان الآن الدبلوماسية العراقي السابق ورئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أهلا بك سيد فيصل معنا في هذه النشرة إذن كيف تابعت الموقف منذ يوم أمس وحتى الآن فيما يتعلق بعمليات القصف التركي الذي استهدف ركزا لقوات حراس الحدود تفضل نعم مؤكد الحدث خطير ويخلق أزمة حقيقة دبلوماسية بين العراق وتركيا لكن في نفس الوقت تلاحظ أن المشكلة اليوم لا تتعلق بنزاع بين العراق وتركيا كدولتين جارتين هناك علاقات وثيقة اقتصادية سياسية أمنية تجارية على مختلف المستويات لكن وجود بيكيكي في العراق وهو وجود غير شرعي أصلا يرتب مسؤولية على الجانب العراقي للتنسيق مع الجانب التركي من أجل معالجة هذه المسألة على اعتبار أن وجود بيكيكي في العراق ممكن يهدد الأمن القومي التركي لكن المشكلة الأخرى هي في قيام تركيا بقصف مواقع إراقية مدن مدنية سكان كنائس جوامع كل هذا ينتهي كما نطلق عليه القانون الدولي الإنساني إذن مدل ألات سيد فيصل من هذه العملية أن تكون هذه المرة تستهدف ربما قوات تابعة لبغداد هذه المرة نعم هنا المشكلة تضاعفت يعني إضافة للسكان المدنيين لقرى كردية زاخو غيرها اليوم يتم استهداف ضباط وقيادات عسكرية عراقية هدفها حماية الحدود وأمن الحدود بين العراق وبين تركيا في الواقع هذا يصعد من الأزمة مما ألزم وزارة الخارجية العراقية لاتخاذ هذه الإجراءات بتعليق زيارة سيد وزير الدفاع التركي لبغداد غدا واستدعاء السفير التركي وأيضا ممكن تقديم احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار الجهة المسؤولة عن حماية الأمن الدولي والاستقرار وأيضا حماية الأمن في الأماكن التي تندلع فيها نزاعات لا يمكن حديث اليوم عن نزاع عراقي تركي لكن نتحدث عن مشكلة أمنية خطيرة تهدد الأمن العراقي والأمن التركي هذا ما نتحدث عنه سيد فيصل نحن نلجأ إلى جهود دبلوماسية بناءة لإيجاد حلول لهذه المشكلة وبالمقابل لا يمكن الاستمرار نعم لا أحد يريد أن يسكب الزيت على النار ويدلع أي مواجهة بين الجانبين لكن نحدث هنا عن أوراق العراق التي يمكن أن يطرحها على الطاولة لحل هذه المشكالية بالضبط نعم الأوراق لحد الآن استخدمها العراق مما يتعلق بتعليق زيارة سيد وزير الدفاع تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي جامعة الدول العربية هي تعتبر ضمن إطار جهود الدبلوماسية العراقية للضغط على الدبلوماسية والحكومة التركية للذهاب إلى خيار آخر غير خيار قصف القرى والمدن والسكان المدنيين في مناطق مختلفة في شمال العراق في كردستان هذا لا يصب ما يحصل اليوم في مصلحة تطور العلاقات الاقتصادية السياسية الطاقوية الأمنية بين العراق وبين تركيا والتي هي علاقات ممتازة متطورة هذا يصب ما يحصل اليوم في إطار تأزيم العلاقات وتوتير هذه العلاقات وليس من مصلحات إعلاقة العراق المتوازنة مع دول الجوار تركيا بلد مهم في أمن الشرق الأوسط لكن القوة واللجوء إلى استخدام السلاح تتناقض مع المادة هنا السؤال سيد فيصل منذ الأمس كانت هناك بيانات وحديث من قبل الجانب العسكري تارة ومن قبل الجانب الدبلوماسي السياسي تارة أخرى فيما يتعلق بربما سنكون نحن في مواجهة موقف مغاير للعراق لوضع حد لهذه الاعتداءات داخل الأراضي العراقية السؤال هو ما الذي يمكن للعراق أن يقوم به دبلوماسيا لوضع حد لهذه الاعتداءات دبلوماسيا بالتأكيد عرض القضية على مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي طبقا لمثاق الأمم المتحدة يمتلك أو صاحب الولاية الخاصة في مسألة الأمن والاستقرار في العالم وعلى الصعيد الإقليمي اليوم هناك توتر خطير بين العراق وتركيا ليس بين العراق كدولة لكن على الأراضي العراقية وأيضا هناك انتهاك للسيادة العراقية بفعل قتل عدد من الضباط والمسلحين والتابعين للجيش العراقي إذن هناك مشكلة هذه المشكلة يفترض أن يحلها مجلس الأمن الدولي عبر جهود الوساطة والضغط على تركيا والضغط على الأطراف الأخرى وأيضا معالجة مسألة بيكيكي يعني العراق لا يتحمل مسؤولية انتشار هذه البؤر الإرهابية في العراق أو في المنطقة عموما هذه البؤر هذه البيكيكي موجودة بطريقة غير شرعية غير مشروعة نتذكر أن الطبغرافية للعراق في المنطقة الشمالية وعر ومعقدة وتمكن من الاختباء لهذه المنظمة أو تلك في هذه المناطق وبالتالي العراق لا يتحمل هذه المسؤولية لكن أيضا على تركيا التنسيق مع العراق هذا ما يتعلق بالجانب الدولي وتدويل القضية والاعدداءات التركية على الأراضي العراقية ماذا عن الموقف العربي سيد فيصل يعني رئاسة البرلمان العربي طالبت مجلس الأمن بقضية الإدانة ووضع حد لهذه المسألة هل تعتقد أنه ربما للجانب العربي جامعة الدول العربية البرلمان العربي ربما يكون لهذه المطالبات صدى على أرض الواقع بما يتعلق بتركيا بطبيعة الحال نعم ما يتعلق بالبرلمان العربي أو حتى جامعة الدول العربية بالتأكيد هي جهود رمزية وممكن تصل إلى نتائج مهمة أذكر أيضا البيكيكي موجود في سوريا البيكيكي موجود في العراق وممكن موجود في بؤرة أخرى أو مناطق أخرى هنا واناك لكن بصورة خاصة في العراق وسوريا أيضا نحتاج إلى جهود دولية لمجلس الأمن الدولي جهود عربية أيضا ممكن تشكل جامعة الدول العربية وفد للوساطة في هذا الموضوع للضغط على الجمهورية التركية عبر الحوار الدبلوماسي البناء ضمن إطار ميثاق الأمم المتحدة عدم التدخل بالشؤون السيادية للدول عدم انتهاك وحدة الأرض الحدود إلى أخرين من التفاصيل المعروفة وأيضا عدم انتهاك القانون الإنساني لاتفاقيات جينيف هذه مسألة أيضا جدا مهمة ونقضة حياة من المدنيين هذا يرتب مسؤولية كبيرة على الانتهاكات التركية أو الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية إذن نحتاج إلى جهود إقليمية جهود دولية بناء حقيقية لإيجاد حل لمسألة أو مشكلة انتشار البيككي في طريقة غير مشروعة ضمن إطار الأراضي العراقية لكي تنسق الجهود العراقية زائد الجهود التركية والإقليمية والدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات من عمان الدبلوماسي العراقي السابق ورئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل شكرا جزيلا لوجودك معنا